وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من دير البلح السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أهلاً ومرحباً بك سيد أمجد نتحدث حول ما أعلنه مدير عام منظمة الصحة العالمية حول انتهاء المرحلة الثانية وتتبقى المرحلة الثالثة بشمال القطاع والتي يعطلها الاحتلال كيف تقرأ خطورة ذلك؟ شكراً جزيلاً بالفعل هناك خطورة بالغة على حياة الأطفال الذين لا زالوا محتجزين ومحاصرين في شمال قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل وأيضاً في ظل وقف الاحتلال الإسرائيلي مدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المنطقة التي تشهد تصعيداً متواصلاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال منع طواقم وزارة الصحة واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من طواقم من أجل الوصول بالتطعيم لهؤلاء الأطفال الذين تعرضون حالياً للمجاعة وللمرض بظل ظروف قاسية وصعبة ونحن نؤكد على التحذير الذي أطلقت منظمة الصحة العالمية في الخطورة البالغ على صحة هؤلاء الأطفال وأيضاً الإصابة وامكانية الإصابة بمرض بشكل الأطفال وهو خطير جداً وهنا نؤكد على ضرورة مواصلة كل الجهود أولاً من أجل رفع الحصار عن منطقة شمال قطاع غزة ووقف العدوان بكل أشكال وأدخال كل الاحتياجات بشكل سريع إلى تلك المنطقة ولكن دعني أؤكد مرة أخرى على الرغم من هذا النجاح الذي حقق من قبل هذه الطواقم في الوصول بالتطعيم إلى هذه النسبة من الأطفال في مختلفة حقوقها ولكن الأطفال هم أساساً في عين الهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي النسبة الأكبر من الشهداء ومن الأطفال النسبة الأكبر من من يعانون من الصدمات النفسية ومن الأطفال النسبة الأكبر من الجرحة من الأيتام هناك خمسة وتلاتين ألف خمسمائة ألف يتيم على الأقل تم توثيقهم حتى الآن والعدد أكبر من ذلك بكثير أيضاً هؤلاء الأطفال يعانون جراء البرد وجراء هذا الواقع الإنساني المتردي على كافة المستويات فبالتالي على الجميع أن يعمل باتجاه حماية الأطفال أولاً من الاحتلال الإسرائيلي ومن عدوانه وكذلك توفير كل مقاومات الحياة وبخاصة قضية التعليم حيث حرمهم الاحتلال الإسرائيلي حتى من فرص التعليم على الرغم من ذلك هؤلاء الأطفال يذهبون إلى المساحات التعليمية التي وفرتها المؤسسات المختلفة ولكن لا ترتقي إلى مستوى أن يكون هناك تعليم حقيقي في ظل هذا الواقع الإنساني المتردي على كافة المستويات التعلمون في خيام وفي مساحات تعليمية لا تتوفر فيها المقاومات حتى الاحتياجات الأساسية لقضية التعليم حتى المياه حتى كل هذا الظروف اليوم نحن في فصل الشتاء وهذه الخيام لا تستطيع أن تقي هؤلاء الأطفال الذين باتت أجسادهم نحيفة ونحيلة في ظل المجاعة أن تقيهم من البرد وأن تقيهم من المطر هذا الواقع يتطلب من كل الجهات الدولية أن تعمل باتجاه الضغط لوقف فوري لهذا العدوان كل أشكاله على شعبنا الفلسطيني مع تقدير لما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية ولكن يبقى انتشار كثير من الأوباء أو الأمراض سواء الأمراض البطنية أو الجلدية في ظل هذا الواقع البيئي الصعب عدم توفر المياه عدم توفر الاحتياجات الأساسية هذا تدبنا إلى التحذير مجددا من صعوبة الوضع الصحي مع أن ثلاث مستشفيات في شمال قطاع غزة والتعاني أيضا أنها قد تخرج من الخدمة في أي لحظة ممكنة فبالتالي الأمور خطيرة بالفعل سيد أمجد وباعتبارك مدير لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وأنت موجود في دير البلح ومطلع حول تطورات هذه الأمور الزميل يوسف أبو كويك كان يتحدث معنا عن الحالة التي يعاني منها الفلسطينيون نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الذي يشمل جميعا القطاع وحركة النزوح وغير ذلك أتسأل الآن معك عن المنظمات والعيئات الإغاثية الدولية من تبقى منهم؟ كيف تعمل هذه المنظمات في ظل هذه الظروف؟ شكرا بالفعل سؤال بالغ الأهمية نحن نعمل في ظروف بالغة ومعقدة وخطيرة بالفعل هناك لدينا زملاء يعملون في منطقة شمال قطاع غزة يعملون في ظل تحديات كبيرة في قدمة الاستهدافات الإسرائيلية سواء للطواقم الطبية أو العمال الإغاثة الذين باتوا بدون إمكانيات وبدون أيضا مساحات آمنة للعمل في منطقة شمال قطاع غزة ونفس الحال ينتقل إلى مدينة غزة وإلى مناطق أخرى مع قلة الإمكانيات المتوفرة والقيدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لأدخول المساعدات بأشكالها المختلفة نحن نشهد أقل دخول للمساعدات منذ بدء العدوان وحتى الآن في شهر أكتوبر ما دخل قطاع غزة بكامل مناطقه هو لا يمثل إلا 900 شاحنة في الحد الأقصى وهذه 900 شاحنة كانت تدخل في السابق في يوم واحد قبل العدوان الإسرائيلي في وقت نحن في كارثة إنسانية صعبة ومعقدة وتنتشر وتتوسع مع هذا العدوان الإسرائيلي الذي دمر مقاومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع وباتها سكان قطاع غزة بمجملهم يعتمدون على هذه المساعدات ومع ارتفاع نسبة النازحين إلى أكثر من 92% أو أكثر الآن الأمور تزداد صعوبة على عمل هذه المنظمات الإغاثية في عدم القدرة على حماية هذه المنظمات وكذلك قدرتها على توفير أبسط الإمكانيات لأبداء شعبنا الفلسطيني سواء نتحدث عن المنظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المنظمات الفلسطينية التي يتابع عملها والتي تقوم بدور مهم سواء على صعيد توفير بعض الإغاثات حسب الإمكانيات المتوفرة سواء الغذائية أو نقل المياه من هنا أو هناك أو توفير بعض أشكال الذي نأمل أن نشكل ملجأ لهؤلاء المواطنين الذين ينزحون لأكثر نوروا وفقدوا كل شيء ولكن المشهد بتفاصيله خطيرة جدا مع هذا الواقع وهذا التصعيد الإسرائيلي مع قلة الإمكانيات وبخاصة عندما نتحدث عن المواد الغذائية التي شبه نفذت في مختلف مناطق قطاع غزة أيضا حتى على مصاعد القطاع الخاصة الذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول بعض البضائع التي كانت يسلح فيها في السابق المواد الغذائية ومواد نظافة وغيرها كانت تدخل عن طريق القطاع الخاصة اليوم منعة وكذلك حتى المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق الوكالات المختلفة عبر المعابر المتاحة معبر كارم أبو سالم أو ما يسمى معبر إيرز الغربي أو زكيم هذه طبعا نحن نتحدث عن 30 إلى 40 شاحنة بالحد الأقصى الآن يوميا ما يدخل وهي تكاد لا تكفي أي شيء يذكر فبالتالي نحن نحذر الآن بانتشار المجاعة بشكل متسارع عما كان عليه سوء التغذية بدرجات شديدة بدأت تظهر في مختلف مناطق قطاع غزة وأتحدث عن وسط وجنوب قطاع غزة اليوم بالكاد يجد المواطن أقل من وجبة واحدة في اليوم وأنا أتحدث أن بعض المطابخ المجتمعية أغلقت وتوقفت عن العمل بسبب عن التوفير المواد الأساسية لإنتاج الغذاء للمواطنين وكذلك بعض المخابس توقف على العمل وحسة الفرد من الخبز باتت أقل من رغيف واحد وهذه التحذيرات نطلقها اليوم أننا في مرحلة هي الأخطر من العنوان الإسرائيلي في ظل التصعيد وزايد أعداد الشهداء وكذلك في ظل هذا التنامي أو تزايد العوضاع الإنسانية خطورة على كافة المستويات نعم على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية كنت معي من دير البلع على ما أفتنا به من تحليل شكرا لك